بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بمصطلح الحديث درسنا بإذن الله تعالى في غاية الأهمية متعلق بالتثبت في الرواية للسنة النبوية وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى أقف وإياكم مع درسنا ومحاوره ونتأمل بإذن الله تعالى مسائله فكونوا معي أيها الطلاب والطالبات حتى نستفيد بإذن الله تعالى ولكن قبل أن نأتي وإياكم على محاور درسنا يحسن بنا أن نستعرض وإياكم أبرز وأهم الأهداف المرسومة فكونوا معي أيها الطلاب والطالبات إذن درسنا أيها الطلاب والطالبات في الوحدة السادسة الحديث المقبول وأقسامه وتحديدا في الدرس الرابع عشر التثبت في رواية السنة إذن هو محور درسنا بإذن الله تعالى نأتي وإياكم إلى دروس هذه الوحدة عندنا التثبت في رواية السنة وكذلك الحديث المقبول الصحيح لذاته وكذلك الحديث الحسن لذاته وصحيح لغيره وكذلك الحديث المقبول وهو الحسن لغيره كلها أقسام في هذه الوحدة والذي يعنينا في درسنا هذا هو أول هذه الدروس ونأتي وإياكم بعد هذا للوقوف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا أول هدف أسمو وإياكم بإذن الله إلى تحقيقه أن يوضح الطالب والطالبة أهمية التثبت في رواية السنة لهذا الدرس أهميته والتثبت أمر في غاية الأهمية لأن في ذلك صيانة للأحاديث النبوية أيضا هناك أيضا هدف آخر أن يعرف الطالب والطالبة علم النقد ونشأة هذا العلم وكذلك تطور هذا العلم أيضا هناك هدف ثالث نسمو لتحقيقه وهو أن يذكر الطالب والطالبة أقسام الحديث من حيث الثبوت وعدمه هناك أقسام متعددة لا بد أن يميز بينها الطالب والطالبة ثم أخيرا من الأهداف أيها الطلاب والطالبات أن يتحمل الطالب مسؤولية التثبت من قبود الحديث يرده هناك مسؤولية على كل واحد مننا وبعد الدرس يدرك الطالب والطالبة حجم الأمر وأهمية التثبت في الرواية للأحاديث إذا هذه أمرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا نبدأ وإياكم على بركة الله للدخول إلى جو هذا الدرس الممتع بإذن الله تعالى من خلال هذا التمهيد فكونوا معي يا طلاب والطالبات عرفتم في الدرس السابق تقسيم الأحاديث لمتواتر وأحاد وأن المتواتر المعنوي هو تواتر المعنى الوارد في أحاديث كثيرة مختلفة السياق ومعنى هذا أن كل حديث يروى بالإسناد وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحاد فهو بحاجة إلى التثبت من صحة ومن صحة سياقه والنظر فيما بين رواته من اتفاق واختلاف في الألفاظ إذن هذا مدخل مهم جدا يبين لنا أهمية هذا الدرس وأن الأمر يحتاج إلى فعلا تركيز وانتباه فكونوا معي أيها الطلاب والطالبات مع وقوف على أهمية التثبت في رواية السنة النبوية هنا أتثبت أيها الطلاب والاحتياط للسنة النبوية كانت بدايته مصاحبة لبداية الرواية فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احتاجت الأمة للرواية وحتاجت كذلك لتثبت من صحة وحفظ ما يروى فاشتهر بعض الصحابة بالتأكيد على ظورة التأني في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي أيضا إلى مراجعة الناقل كان الصحابة يراجعون الناقل إذا روى حديث يراجعونه في هذا الحديث وإذا روى لهم شيئا يرون أنه يعارض ما في الكتاب أو السنة أو يعارض ما يعرفونه من السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتهر من الصحابة بالنقد جماعة من هؤلاء الجماعة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلي وعائشة وعبد الله بن عباس فهؤلاء اشتهروا بالتدقيق وعدم قبول الخبر إلا بعد التثبت في صحته وروايته هذا ما يتعلق بهذه الأهمية نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى هذا النشاط الذي من خلاله نعرف حجم هذا الدرس وأهميته هنا أبين وأعلل كيف يتم التثبت من الرواية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما الجواب على هذا السؤال الجواب أيها الطلاب والطالبات يتم التثبت من الرواية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالإثيان إليه وسؤاله يأتي الصحابة إلى رسول الله ويقول هل قلت هذا يا رسول الله فيتأكد ويتثبت من صحة الحديث أو من عدم صحته نأتي هنا إلى علم النقد علم نقد الأحاديث ونشأة هذا العلم وكذلك تطور هذا العلم في العصور اللاحقة أيها الطلاب والطالبات لعصر الصحابة ازدادت الحاجة إلى التثبت والنقد لماذا؟ لاتساع الرواية وتعدد طبقات الإسناد وكذلك لوجود الرواية للموقفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فهذا الأمر أحوج الأئمة والعلماء إلى النقد وإلى التبت في الرواية وما يتعلق بها هنا الرواية عن أهل الكتاب هي ما تعرف بالإسرائيليات كذلك فلتمييز هذا كله اتسع النقد وظهر علما مستقلا له قواعده ومصطلحاته والرواية بالإسناد ونقد ما يروى هو بلا شك أنه من خصائص هذه الأمة ومن فضل الله تعالى أيها الطلاب والطالبات أنه اتسع ليشمل كل ما يروى عما قبلنا في التاريخ والأدب واللغة وجميع فروع العلم إذن هذا أمر جدا في غاية الأهمية أن نعرف الأسباب التي أدت إلى ظهور النقد وإلى نشأته وإلى تطوره نأتي أيها الطلاب والطالبات أيضا أنه لا ينقل عن أحد في علم من العلوم شيئا إلا ويلزم معرفة الإسناد لأن الإسناد في غاية الأهمية يكشف لنا صحة هذا الخبر أو عدم صحته وكذلك التحقق من صحة ما نسب إليه بما في ذلك الكتب والمؤلفات تروى عن أصحابها فتكون في كل علم علم الرواية النقل وعلم الدضاية الفهم وهذه مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية ولله الحمد نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى هذا النشاط كنوا معي حتى نستوعب بإذن الله تعالى درسنا هنا أستثمر التقنية بالرجوع أيها الطلاب والطالبات إلى كتاب صحيح مسلم في برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين لخدمة السنة النبوية المطهرة أستخرج قول عبد الله ابن المبارك في أهمية الإسناد لهذا العلم عبارة جدا نفيسة تكتب ماء الذهب عن الإسناد فما هي العبارة التي أطلقها رحمه الله تعالى نعم هي أحسنتم قال عبد الله ابن المبارك الإسناد من الدين لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء فالإسناد من خصائص هذه الأمة وهو من دين الله عز وجل لأن فيه التثبت في المرويات والعلم بالصحيح منها والسقيب إذن هذه مقالة جدا رائعة ومهمة في هذا الجانب نأتي هنا إلى تقسيم الأحاديث من حيث الثبت وعدمه يعني من حيث أنه ثابت أو عدم أو غير ثابت هنا علم نقد المرويات في السنة النبوية نتج عنه تقسيم الأحاديث من حيث الثبت وعدمه إلى قسمين رئيسين كنوا معي مع هذين القسمين هنا الأول القبول قبول لهذا الحديث الثاني الرد إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا هنا كل قسم أيها الطلاب الطالبات من هذين القسمين تحته أيضا أقسام فالمقبول تم وضعه على درجات بحسب ما يتصف به من صفات القبول إذن صارت أقسامه أربعة المقبول أقسامه كم أربعة نأتي عليها بإذن الله تعالى تقسيم الأحاديث من حيث الثبت وعدمه وتقسيم المقبول هنا أول قسم الحديث الصحيح لذاته هذا أعلى درجات المقبول ثم بعده الحديث الصحيح لغيره وهو أقل درجة من الذي قبله ثم أيضا الثالث الحديث الحسن لذاته وهو يأتي بعد الصحيح لغيره ثم آخر هذه الأحاديث الحديث الحسن لغيره فهذه أقسام الحديث المقبول نأتي بعد هذا يا طلاب الطالبات لختام درسنا بعد أن استعرضت وإياكم هذا الدرس وقفنا على أهمية الدراسة للأحاديث والثبت في السنة وأن الأحاديث تحتاج إلى دراية وإلى رواية وأن الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال عبارة شهيرة مهمة الإسناد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء وهذا يجعلنا أيها الطلاب والطالبات نهتم كثيرا بالأحاديث المروية والمتداول بين الناس وأنه لا يروى أو لا ينقل أو لا ينشر في وسائل التواصل إلا ما تأكدنا من صحته فإذا علمت أن هذا الحديث الذي وصلك في رسالة أو غيرها صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ترسله وتبلغه للناس حتى ينتفع به أما إذا علمت أنه لا يصح أو لم يتبين لك صحته فالواجب عليك أن تمسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من روى حديثا يرى أنه كذب قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين بل قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فالأمر خطير جدا لذلك بعض الصحابة وهم ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا ولا حديث لم يروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا لماذا يخشون من الوقوع في الخطأ مع أنهم ملازمون لرسول الله لكنهم يخشون الوقوع في الخطأ والدخول في هذا الوعيد الشديد لذلك الأمر اطلب من الجميع منا جميعا أن نعتني بالتثبت في الرواية وأن لا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أو لصحابته أو التابعين إلا ما ثبتنا من صحته فإذا لم يثبت ذلك فالواجب الإمساك وعدم نشره حتى لا ينتشر الضعف في الأمة لأن الحديث يبنى عليه أحكام شرعية فإذا صح فإننا بحمد الله تعالى ننشره ونبلغه أما إذا لم يصح فإننا نقف عن نشره بل نبين ضعفه للناس حتى يحذروا من نشره بين العامة هذا كله قد أخذناه وأتينا عليه بحمد الله تعالى في درسنا أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات ختام درسنا على طيب المتابعة وعلى حسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته